ونوصل مع بعض لمحطتنا التانية وهي كنوز المهارات المهارات مجموعة أفكار وسلوكيات لما بتتعلمها بيحصل ارتقاء في إدارتك لحياتك وسيدنا رسول الله بشرنا إن أي حاجة إحنا مش متعلمينها بالمحاولة تقدر تكتسبها فقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم بالمحاولة ربنا يمدك وعين مهارة النهاردة هي مهارة اللي بيعرف يكتسبها بيكتسب كنز بسببه بتقل صدماتك مع الناس صدماتك مع الأقدار وأحداث حياتك بتتعلم من أخطائك وبالتالي قراراتك كل شوية بترتقي وتقرب من الصواب مهارة النهاردة هي مهارة المرونة على فكرة الدماغ النشفة والعند حاجة حلوة بس لما تبقى ماشي في الطريق الصح لكن واحد عنيد ودماغه نشفة وماشي غلط هيندم قوي وممكن يكون بعد فوات الأوان كمان المرونة هي وسط ما بين الميوعة بيع المبادئ والقيم وما بين التحجر وأحادية الرؤية مش هغير نفسي إطلاقاً المرونة هي القدرة على تغيير الأسلوب مش تغيير الأهداف أو أقولك هي تغيير الأهداف لو طلعت مش ملاسبة لي المهم ما غيرش مبادئي هشرح لك واحدة واحدة ثلاث حاجات لو عندك قدرت تتقبلهم هتتعلم المرونة رقم واحد قبول إني أخطأت وفاتتني معلومة وانت ماشي في رحلة حياتك عندك أفكار معينة عندك طريقة معينة في العيشة وإدارة حياتك وحل مشاكلك ممكن يبقى فيها حاجة غلط ممكن تبقى متعلم معلومة ورفتها غلط قبولك إنك ممكن تغلط لإنك إنسان هيخليك تتعلم بس ده محتاج مرونة منك سيدنا عمر بن الخطاب قدام الناس كلها وهو خليفة المسلمين واقف على المنبر في خطبة الجمعة بيحط قانون جديد بيقول إحنا عايزين نخلي المهر ما يعديش ربعمائة درهم فقامت ستة في وسط خطبة الجمعة قالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا أنت قال لها فين الكلام ده قالت ألم تسمع قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا أكثر من ربعمائة درهم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يعني المهر يعني فسكت سيدنا عمر كده وقال كل الناس أفقه من عمر أنت عندك حال يعجبني جدا أحد الناس كان بيتكلم في انترفيو أنه عنده أكثر من خمسين سنة وعنده خبرة كبيرة جدا في الإدارة والحياة وفي السنة ده تنصب عليه فبيحكي قصته وبيقول مش أي مشاكل خالص عندي خبرة والناس كلها بتستشرني بس أنا غلطت في تقييم الشخص ده وبالتالي دحك علي وأنا بالخبرة دي وأنا إنسان طبيعي ولسه بتعلم لغاية ما قابل ربنا سبحانه وتعالى قبول أني ممكن أغلط وفاتتني معلومة دي أول شيء لما تقبله دي بقى إنسان تقدر تكتسب المرونة الشيء الثاني اللي تقبله علشان تقدر تعرف أنت ماشي على سكة المرونة ولا لأ قبول تعددية الصح في أشياء فيها حقه واحد مبادئ وأخلاق معينة وفي وجهات نظر ممكن نختلف فيها وممكن أنت بقى أنت صح وغيرك صح وقابلنا لبعض محتاج مرونة عشان نعرف نقيش في بيت واحد في مجتمع واحد مرة اتنين ماشيين مع بعض في الصحراء أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الساعة 12 جي وقت الظهر جم علشان يتوضوا ملاقوش مياه فتيمموا وصلوا على الساعة اتنين قبل العصر كده لقوا مياه وهم ماشيين في الطريق فواحد منهم أم يتوضي وعايد الصلاة واحد تاني ما صلاش قال خلاص أنا صليت لما راحوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للشخص اللي معادش الصلاة قال أصبت السنة وقال للشخص اللي صلى تاني قال وأنت أجرت مرتين فعادي إيه اللي اتنين صح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الاتنين اللي تعلمنا قبول تعددية الصح وإحنا قاعدين نبقى بنتخانق ومحمؤين قوي يقول لك أتجوز اللي شبهي عشان نتفق ولا أتجوز اللي مختلف عني تكملني يا عم اللي اتنين صح إيه المشكلة مش تازن نتخانق اللي اتنين اللي متجوزين يخلفوا العيلين مثلا وراء بعض على طول ولا يسيبوا بينهم أربع خمس سنين يا عم مدارس مدارس في التربية مدارس في الخلفة مدارس في إدارة الحياة فإحنا عشان كده لازم الواحد يبقى مدرك تماما أنه لم يحوز الصح قد يتعدد الصح في بعض الأوقات عشان تبقى مرين حتى في الدين وإحنا بنتكلم يبقى فيه رأيين فقهيين أخذ بالأطقى ولا بالأيصر مدارس وتسمع من العلمة كلام كتير في المعلومة دي وإن كان سيدنا النبي كان يختار الأيصر ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم المهم أنه فيه تعددية للصح في كثير من المسائل رقم ثلاثة قبول تغيير الطريقة إن لم توصلني إلى الهدف عندي هدف معين كنت بتصرف تصرف معين لقيت نفسي غلط ده مش هيوصلني الأهداف علمونا في الشركات ناخد حاجة اسمها corrective action يعني تصحيح المسار كنا عايزين نحقق حاجة معينة بنتصرف بطريقة معينة طرقت غلط ما نكملش بقى قصيحنا ما بنغلطش لا غلطنا نصحح المسار عشان نحقق الهدف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بيدعو قومه إلى الله ناس مش عايزة تسمع وناس بتحط صابعها في ودنها وناس بتنام الصبح وناس بتصحى بالليل كلهم يسعهم سيدنا نوح وكان في قمة المرونة معهم قال سبحانه وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا مش قاعدوا الناس تجيلوا في كل حتة روح لكم الصبح وبالليل فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا نفسهم كما مش عايزين يشوفوه بينجذبوا لي لما بيشوفوه واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أقف قدام الناس أو أعدي على كل واحد لوحدنا في البيت يغير الطريقة للوصول للناس لأنه رسول من رسول ربنا سبحانه وتعالى اتنين بيتخنقوا متجوزين بقالوا ست شهور رجل البيت عمال يقول بالطريقة الموضوع ده هيتحل ومش هينفع إلا بالطريقة دي وما رضيتش مشاكلهم بتحل جابوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحماء بيقول له يا ابني أنت بتعمل كذا وكذا وعايز بنتي تسمع كلامك الموضوع مش صح وبدأ يتكلم معاه بالمنطق أم الزوج قالت صدق عندك أنا عمري ما فكرت بالطريقة دي أنا محقوق لك يا مراتي أم قايم حما بس راسه حما قام بس راسه ولا يا بنتي روحي نامك في حضن جوزك ده راجل محترم إيه اللي حصل؟ لأ نفسه طريقته غلط ومش عارف بالطريقة دي دور البيت فتراجع وقال حقكم علي قبول تغيير الطريقة للوصول إلى هذه فأنت اقبل أنك ممكن تبقى غلطان وفاتتك معلومة اقبل تعددية الصح علشان في بعض المسائل الاختلاف ليفسد للود قضية اقبل أنك تغير طريقتك لو مش هتوصلك للأهداف اللي أنت عايزها بكده يبقى أنت خدت كنز المرونة وده يفرق جدا جدا في تحقيقة لما تريد في رحلة حياتك ترجمة نانسي قنقر